أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن شخصية رائدة أخرى في سلسلة أعلام العراق هي شخصية المؤرخ الكاتب المسرحي الروائي الأديب سليمان الصائغ سليمان الصائغ كان أكثر من مؤرخ أو كاتب كان رائدا بمعنى أن أول كتاب في التاريخ كتب بعد تأسيس الدولة العراقية كان هو كتاب سليمان الصائغ تاريخ المنصر ولم يكتبه وفقا للمناهج التقليدية القديمة يعني يجمع الروايات كما كان يفعل كثير من من يكتبون عن مدنهم وإنما أثبت حضورا منهجيا في هذا الكتاب يعني اتبع منهجا جديدا لم يكن مألوفا لدى مؤرخي عصره أن يكتبوا على وفقه وبالتالي وجدنا أن في سيرته هذا ريادة ونحن في أحاديثنا هذا نهتم بأولئك الرواد الذين خدموا مجتمعهم وكانوا قدوات حسنة للأجيال التي تلت ومع ذلك ربما بعضهم لم يصلط على سيرته ما يكفي وما يستحقون من ضوء سليمان الصائغ هو من أهل الموصل يعني وهذا يعني مهم في الإشارة لأن الموصل كانت تشهد في القرن التاسع عشر ومنذ عهد الجليليين يعني منذ الأسرة التي تولت الحكم في القرن الثامن عشر والتاسع عشر نهوضا ثقافيا أدى إلى تخريج عدد كبير من الأهل العلمي والأدب كما يقال لكن سليمان الصائغ تميز عن أولئك الناس بأنه علم نفسه ما لم يكن مألوفا تعلمه في ذلك العصر تعلم اللغات يعني كان متقنا للغات الفرنسية والإنجليزية وطبعا إضافة إلى التركية وفضلا عن ذلك الأدب العربي كان رجلا أو كان شابا حقيقة أتقن معارف كثيرة وهو ما زال يافعا ما زال في أول سلم المعرفة والإلم واتجه إلى المطالع الكثيرة والمكثفة لكل ما كان يصل إلى يديه من أفانين الكتب والمجلات والمخطوطات وكان واسع الاطلاع على عالم المخطوطات كثير من المعتمد عليه مخطوطات نادرة على أي حال الرجل ولد عام 1886 في وقت لم يكن سهلا على الإنسان أن يكون عالما إلا إذا بدل مجهودا كبيرا يعني يشق طريقه بأضافره كما نقول اليوم وخاصة أنه لم يتعلم ما كان يتعلمه أكثر أقرانه فحسب وإنما علم نفسه هذا كله واتجه أولا إلى كتابة فن جديد كان رائدا فيه فعلا وهو فن كتابة المسرحية يعني تصوروا في ذلك الوقت في أواخر القرن التاسع عشر في أوائل القرن العشرين يكتب أحد العراقيين أعمالا مهمة في المسرحيات كتب بضعة مسرحيات تعدوا الأولى من نوعها وفي فنها في ذلك العصر كتب مثل أربع مسرحيات منها مسرحية بعنوان الفضيلة الأمير الحمداني يمامة نينوى هذا شيء لم يألفه أحد من قبل بين عام 1930 و1942 كانت له مسرحيات تؤدى على مسارح المدارس والجمعيات الثقافية في العراق وبعد ذلك كتب قصائد مهمة قصائد تاريخية كان مولعا بالتاريخ ويجد أن في التاريخ مجالا يقدم دروسا للناشئة وبالتالي فكر أنه لو صب هذه المعرفة التاريخية بإطار مسرحي أو روائي أو بشكل منظومات مطولة سيساعد الجيل الجديد على أن يتأثر بالتاريخ بطريقة محببة لا أن يقرئه بطريقة تلقينية تقليدية وظل هكذا حتى توفي عام 1956 المهم الذي أود أن أعرج عليه هنا كان هو أول من كتب كتابا منهجيا في تاريخ الموصل بل في التاريخ العامة بعد تأسيس الدولة العراقية وقد فوجأ الناس فعلا في عشرينات يعني في عام 2022 مفاجأة بظهور كتابا لسليمان الصاغ وقد أهداه إلى جلالة كما هو مذكور في مقدمة إلى جلالة الملك فيصل الأول راعي النهضة العربية ومؤسس المملكة العراقية إلى غير ذلك من الألقاب التي أطلعها عليه وما كان في حاجة إلى أن يتملق هذا الملك ولكن كان يرى فيه أنه سيكون مؤسسا لعراق مستقل جديد العراق العثماني كان قد انتهى وعراق آخر جديد بدأ بعهد الملك فيصل الأول والأسرة الهاشمية فأهدى هذا الكتاب المهم إليه وعبر في هذا الكتاب عن رصانة منهجه في دراسة التاريخ لم يجمع فيه كل ما وجده من روايات كما قلنا وإنما بحث عن مصادر غير مألوفة وغير داخلة في مجال عمل المؤرخين اتصل بالبعثات التنقيبية التي كانت تعمل في المواقع الأثرية في العراق كان هناك بعثة ألمانية تشتغل وغيرها وهو رجع إلى مصادر بالتالي تماما جديدة يعني من خلال هذه التنقيبات أيضا التفت إلى أشياء كثيرة التفت إلى ضرورة النقد التاريخي كانت هناك روايات متداولة وينقلها كابرا عن كابر يعني دون تدقيق فهو حقيقة اتبع منهجا سماه هو منهج النقد التاريخي وحقيقة هو من الرواد الأوائل يعني الذين رصنوا الكتابة التاريخية باتباعهم هذا المنهج منهج النقد التاريخي وهو أن يحاكم بين الروايات ويمتحنها ويقول بجرأ أن هذه الرواية غير دقيقة هذه الرواية مبالغ فيها الرواية الصحيحة هي هذه وفقا لقواعد ثابتة لهذا العلم يعني هو جعل التاريخ علما حقيقة علما بعد إن كان في كثير من الأحيان ولدى كثير من المؤلفين يعني روايات جميلة ولكنها تفتقر إلى القواعد قواعد المنهج وبالتالي أثار إعجاب بل ومفاجأة القراء في ذلك الوقت يعني مثلا هو الأول والرائد في مجال الاعتماد على مصدر جديد آخر المسكوكات النقود القديمة رجع إلى النقود القديمة وتعرف من خلالها على من كان يحكم أثناء ضرب هذا النقد أو ذاك هذا يعني شيء رائد فعلا يعني رجع إلى ما يسمى علم النميات أو علم المسكوكات مصدرا لمن مصادر معرفة الذين تولوا الحكم في وطنه أيضا كان مثلا مهتما جدا بالجغرافية التاريخية يعني لم يتكلم على موقع على حادثة إلا وقال وقعت في فلان مكان المكان الذي شغله المعلم الحالي كان رائدا في ما نسميه اليوم علم الخطط علم الخطط أو علم الجغرافية التاريخية وبالتالي تحدثه عن جغرافية الموصل في العهد العباسي وقال مثلا الباب الأبيض هو اليوم باب البيض المكان الفلاني هو اليوم أصبح كذا سوق الشعارين كان في العصر الفلاني سوق كذا يعني ربط الماضي بالحاضر بطريقة نمت عن تدقيق وعلم في مجال علم الخطط وهو من الرواد أو ربما الرائد الأول فيما يتعلق في الموصل في مجال علم الخطط نعم في بغداد كان هناك يعني عدد من الذين بدأوا في هذا الوقت أن يكتبوا في هذا المجال لكن في الموصل كان هو الأول في الالتفات إلى هذا تحدث عن عن أشياء مثلا هو رجح أن الموصل سميت الحدباء لا نسبة إلى منارتها الحدباء ولا نسبة إلى ما كان يعني يقال من روايات وإنما حدباء لأنها محدبة وقال بأن جانب منها فعلا يراه الإنسان من الجانب الآخر محدبا ويحمنطقة القلعة وهذا التحدب هو الذي سماها بالحدباء كان له رأي على أي حال كان له رأي وكان له تأمل وتحليل وربط بين الماضي والحاضر وله اجتهادات مهمة أيضا كان من شأن منهجه النقدي هذا أنه استفاد حتى من المختلف المعلومات في تقدير عدد السكان مثلا أصاب الموصل طاعون في عام 1186 رجع إلى روايات تقول أن عدد الذين توفوا كذا وقدر بأن أولئك الذين ماتوا مطعونين مثلا كانوا يمثلون نصف السكان أو ثلثهم وبالتالي توصل عن طريق دراسة الأحداث من الطواعين والنكبات إلى تقدير عدد سكان موصل في كل عهد ولم يفعل أحد مثل هذا من قبل يعني درس أشياء كثيرة ونما اجتهاده عن مقدرة كبيرة في تحليل الماضي والإفادة منهم مثلا من ما يمكن أن نذكره أو من أسس المنهج النقدي الذي اتبعه يعني اهتمامه بالتاريخ الثقافي والاجتماعي حينما صدر كتابه تاريخ الموصل انتقده بعض الموصليين قالوا أنه لم يوفي التاريخ الثقافي والاجتماعي وقدم لنا تاريخ الموصل كأنه تاريخ الجول التي تعاقبت على الموصل فانتبه هو إلى هذا فأعقب كتابه هذا بكتاب ثاني عن التاريخ الحضاري وكتاب ثالث عن التاريخ الثقافي فأصبح عدة هذه المجلدات ثلاثة مجلدات تمكن في الجزئين الآخرين من استيعاب النشاطات الثقافية والأدبية والجزء الأخير عن النشاطات العمرانية تحدث عن معالم الموصل بأسلوب يقرب من أسلوب الآثاري اليوم يعني أسلوب دقيق علمي محكم وبالتالي قدم موسوعة في ثلاثة مجلدات هي الأولى من نوعها في الكتابة عن أي مدينة عراقية بهذا العدد من المجلدات في ذلك الوقت المبكر لم يترك شيئا إلا وتطرق إليه وفي تاريخه الأدب أتى بنماذج ترجم لعدد من أدباء الموصل وأتى بنماذج مختارة من أشعارهم نمت أيضا عن حسن تقديره ومعرفته بتاريخ الأدب العربي في ذلك في العصور الماضية سليمان الصائغ تمتع بميزة ينبغي أن نشير إليها اليوم مع أنه الرجل كان مسيحيا كان يعني قسا يعمل في بعض الكناز وأصبح مطرانا فيما بعد لكنك حينما تقرأ كتاباته تحارع هذا على أي دين هو لم يتحيز إلى دين على دين ولا يشعر القارئ بأنه هو ينتمي إلى طائفة دون أخرى كان عراقيا تماما كتب عن الموصل مدينة عراقية والتزم حيدة عجيبة يعني يكتب عن هذه المناطق اللهم إلا بعض الإشارات حقيقة حينما يتحدث عن دير أو كنيسة يحدد ويعرف بموقعه ببراعة ودقة فعد هذا لا تستطيع أن تميز دين هذا الرجل كان مذهبه ومدرسته هي العراق كتب عن الموصل كمدينة عراقية وكتب عن أعلامها على أنهم علماء عراقيون لا ليسوا من هذا الدين أو ذاك اهتم أيضا في الصحافة يعني هو كان يمكن أن يكتب كتبه وينشرها وتنشرها دون نشر في البلاد العربية لكن أصدر مجلة رائدة مهمة سماها النجم هي من أولى المجلات الرصينة التي صدرت في مدينة الموصل في وقت مبكر هذه المجلة استوعبت نتاجاتي ليس نتاجاتي هو فحسب وإنما نتاجات الصفوة من الناشئة من الشبان الذين سيصبح لهم شأن في مجال الدراسة التاريخية فيما بعد كتب فيها كتاب سيكون لهم شأن وإي شأن واستوعبت هذه المجلة على صغر حجمها وكانت تطبع على ورق أصفر كما هي الأوراق القديمة وبطباعة بداية يعني مطابع ذلك الزمان لكنها احتوت على كل مهم ونفيس من المقالات والبحوث بعضها مؤلف وبعضها مترجم وهو كان يشرف بنفسه على كل شؤون هذه المجلة ينتقي المقالات ويصلحها لما كانت تحتاج إلى تصليح ويبدي رأيه لكاتبها إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك ويشرف على طباعتها ورص حروفها حتى آخر برحلة حتى تظهر للقراء مجلة النجم حقيقة مجلة فعلا كانت يعني كما هو يدل اسمها نجما في عالم التقافة العراقية في النصف الأول من القرن العشرين ويعني الرجل كان يكتب فيها ويكتب في نفس الوقت كتبه وأعماله المسرحية والأدبية والروائية غيرها حتى عد رائدا في كل هذه المجالات حتى في مجال الصحافة الثقافية يعني من الأشياء التي يعني عني بها أنه توصل إلى اكتشافات مهمة في تاريخ الموصل لا سيما في تاريخ مدينتي كتب بحث مهم عن تاريخ الجرامقة وهم قوم سكنوا مدينة الموصل قبل الإسلام تحدث عن أقوام وعن أشياء كثيرة كانت له معرفة واسعة فيما يبدو بجغرافية وتاريخ كردستان فضمن كتبه إشارات مهمة إلى تاريخ هذا الجزء من وطنه وتحدث عن الحضر وتحدث عن مناطق مختلفة تحدث أيضا عن المدارس الإسلامية مع أنه الرجل كان مسيحيا تحدث عن المدارس الإسلامية حديثه عن المدارس الملحقة بالكنائس يعني تحدث بثقة وبعمق عن جوانب الثقافة الإسلامية في وطنه تحدث عن المساجد تحدث عن الأديرة القديمة تحدث عن كل ما يرفض بحثه من مصادر معرفية حقيقة ثقافته كانت واسعة بلا شك وهو الرجل يعني توفي عام 56 مثله مثل كثير من أمتاله ترك إرثا كبيرا في مجال الثقافة ترك مدرسة في كتابة التاريخ أو رعى هذه المدرسة على فرض أنها كانت موجودة بقواعده من قبل وكنت أظن أنه هو يعني من الرواد في عالم كتابة التاريخ المنهجي العلمي فتح باب دراسة المسكوكات فتح باب دراسة معطيات البعتات التنقيبية أفاد من كل هذا في كتابة التاريخ وكل ذلك يحسب له بلا شك أعزائي المشاهدين هذا علم آخر تحدثنا عنه من أعلام العراق وما أكثرهم وسنتحدث عن علم آخر إن شاء الله في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته